بسم الله النهار ده الكلام عن حاجة محتاجنا اليومين اللي احنا فيهم دول عشان يعد على خير بإذن الله وهي التجارب لان هي عايزة وقت فاضي واحنا طبعا ما شاء الله يعني الوقت الفاضي عندها الوقت يبقى بالهبل اكتر حاجة هتستفادوه منها ان انتو هتعيشوا حاجات جديدة انتو لسه اول مرة تعيشها وهتشوفوا حاجات جديدة اول مرة تشوفوها كل ما بتجرب حاجات جديدة كل مرة سيدك في التجارب بيكتر وبيزيد اكتر يعني دلوقتي مسلا نفترض ان حعد عمره ماشى مسافات قبل كده وقرر ان هو يمشي مسافات في حد شخص متعود عليها وده اول مرة اعمالها الناس ممكن تفكر ان اللي اول مرة يعملها ده خلاص نسبة فشل واجبر وان هو التاني ولا اكيدة ولا هي غلط لان اللي بيعمل حاجة الاول مرة بيبقى عنده حماس وده نقطة مهمة جدا في التجربة ان انا بعمل الحاجة الاول مرة بيبقى عندي حماس لي اللي هو انا عايزة مش مسافات وهامش مسافات يعني اللي ما جربتاش قبل كده هو عايزة اشوف التجربة دي هتفرق معي هتعمل ايه وكده التاني اللي جربها قبل كده ممكن بالنسباته بعادية اللي هو ممكن اللي هو عادي انا مشيت مسافاتها بكيفة ممكن ما يعملهاش او ان هو ماشى مسافة فما يقررش التجربة تاني ان هو مش متحمس لها لكن الاول مرة ده بيبقى عنده هدف وغاية عايزي يوصل له فكرة كمان ان انا وانا بجرب بقابل حاجات جديدة يعني ان انت في وسط التجربة بتشوف اللي هو ايه ده انا ممكن امامشي يوسفات لا المرة جايه هجري وهكذا بتبقى متطورة دي الفكرة ان انت مش مش مسلا خلاص بتجرب حاجة وهي دي سابتة لا بيبقى فيها عند بيزهر لك افكار تانية ونقطة مهم ان انت وانت بتعمل تجربة ما ما يبقاش عندك في افكار سلبية اللي هو انا هفشل انا مش هعرف اكمل التجربة دي طب انا ايه اللي خلاني اعملها طب خلاص هوقفها والحاجات دي كلها يعني مسلا حد جاي يارى اول مرة هو يقرأ في حياته تمام معايز يجرب التجربة دي وبقى جا مسلا ايه شايف الناس اللي حواليه مسلا مش بيقروا او كده فيقول طب انا اقرى ليه ما مفيش لازم للحواليه مش بيقروا ده غلط انت ما بتعمل تجربة مش بتعملها عشان اللي حواليك بيعملوها انت بتعملها علشان انت عايز تعملها فبالتالي هتنسى كل اللي حواليك بيعملوها ولا وهتركز بس في ان انت عايز تعملها ولما تعملها بقى النقطة اللي بعدها المهمة ان انت هتبقى مبسوط ومرتاح ان انت لأ حزاة نافدتك واهم حاجة فاية تجربة هي القدرة على الاستمرار يعني مش فكرة ان انا بدأت خلاص كده انا عملت التجربة لا لازم تكمل فيها لحد الاخر ولازم يكون عندك اسرار ان انت لازم هتكمل فيها وتخلصها ده مهما استمريت فيها مش بتضيع وقت لان انت في الاول في الاخر بتستفاد هتتعلم لك مثلا بتفرجع فيلم اجنابي تعلمك كلمات جديدة لو مثلا بتفرجع فيلم عربي هتشوف اماكن جديدة عندنا احنا مكناش نعرفها كل الحاجات دي او ممكن كمان يبقى متصور في بلاد تانية وغير بقى ان انت زي ما يقولوا كده بتعرف عادات وتقاليد بتعرفها لثقافة شعب تاني ده كل دي حاجات تشوف انا جمعتها لك من تجربة اللي اممكن منذ وقت تبقى نعملها في حياتي اليومية ابتكلم بقى الناس اللي هي لسه بتشوفها الاول مرة وبتجرب ومتعرفش الدنيا دي ماشي ازاي واللي هو المسلسل ده لو شفته هل هيضيف لي ولا لأ ونصيحة لو حد لسه هيجرب حاجة الاول مرة ما يقولش الحد ما تقولوش حاجة مش عشان الحسد بس عشان هيحبطوكو يعني نفترض ان مثلا حد نوا ان هو يعني يخلص مثلا ايه جزئية معينة في موضوع هو طبقا مش طبقا مذاكرة بس اللي هو جايبه كده ايه اللي عشان هو يتسقف من نفسه فممكن بقى انا استنيني وانت اصلا ليك في الموضوع دي وانت عمرك قريت عن حاجة زي كده وانت مش عارف ايه طبو انت هتفرق معاك ايه هيفيدك بايه طب مدم اصلا مالوش علاقة بمجال دراستك طب وايه لا شغلك مش هيتأثر بو الحاجات اللي هي الناس اللي هي بتطلع لك حاجات لو حد مسلا قرر ان هو يلعب رياضة ويبتدي يتمرن انت اصلا مالكش في الكلام ده وانت عمرك في حياتك مساكت حاجة وانت شفت مش عارف لو الناس اللي هي هتحبطك هتحبطك يعني مش هتهربوا منهم فنصيحة بلاش بلاش تقول انا رايح اعمل كزا او انا هجرب اعمل كزا غير لما التجربة تتم وتنفع ساتها ممكن تغيط غيرك بيه زي ان قطت مسلا انت جايب رايح بتجرب حاجة جديدة وشفت مسلا حد عملها قبلك بتروح تسأله وانت عملت ايه طب هيك هتعمل ازاي ممكن يكون واقفة اخطاء انت ما اتقعش فيها ممكن يكون ينصحك بحاجات انت مخمش تاخد بالك منها ممكن برضو ناس تفكر ان هم يعني يعملوا تجربة مع بعض بحيس ان هم يشجعوا بعض لو حد مسلا ما عندوش ارادة ان هو اعملها لوحده فاي ايه يقول لمجموعة كنت اعملها معين لازم تكون واسق من الناس انت بتقول ان هي هتتعلنها تستجيب للتجربة وتروح ان هي فعلا انك هتعايز اتجربها ولو في نص التجربة مثلا حد واقع منكو انتو تكملوا ما يبقاش الموضوع مبني ان لو حد واقع يبقى يقع معين غلط حد ما كانش عارف يكمل بقى يكمل مش مشكلة وبل لو هو مثلا خلصت وقلت انتو مش تشجعوا انه هيكمل معاكم اي ان كانوا التجربة ايه لان في الاول وفي الاخر انتو بتجربوا حاجة الاول مرة فعايزين تشوفوا نتائج فلازم تستمروا الاخر احلى حاجة التجربة اللي محدش تجربها قبلك يمكن في نياز بالنسبة لها ده يبقى بسبب انه لأ طب ما مجرباش لي طب ممكن يكون فيها حاجة غلط او في خطر في الموضوع انت متفكرش جده انت تتفكر ان محدش عملها قبلي وان انا عايز ازبط الانس انا دي تجربة ممكن تتعامل عادي جدا وخصوصا لو كانت مفيدة لحد فما تبقاش دايما تفكيرك في النقطة اللي هو محدش عملها قبلي وانا خايف الخوف من انت اتجرب حدا مسلا انا عايز يشتغل شغلانة اضافية مع جانب دراسته فهو بالنسبة له ان تبص على الناس اللي هما مش بيشتغلوا ومعايشين عادي طب انا اجرب ليه في الاول في اخر انت حياتك غير حياتك وانت ما تقننش نفسك بحد لان هما ممكن يكون مجربهاش عشان هما مش محتاجينها ممكن تكون انت محتاجها مش عايزاكوا تستسلموا من اول تجربة تجربوا اللي بعدها ولبعدها ولما تخلصوا تجربة ادخلوا اللي بعدها تاخدوا فترة راحة عشان تفصلوا بس ما تقفوش مفترة طويلة بحيز اللي هو تنسوا اللي هو انت المفروض تقعدوا تجربوا حاجات جديدة وده كله ده يفيدكوا تقعدك الدراسة شغل في حياتك عادي العادية مش كل حاجة دايما مربوطة برضو بالمذاكرة وكده فانت بتجربها ليه لنفسك وانت بيس صغير في السن ودعي يفيدك قدام ولما يجي حد يسألك انت هتفيده مثلا حد داخل المطبخ لاول مرة وعايز يجرب يطبخ الاكلة مش هتطلع معها مظبوطة لاو من اول مرة او مش هي او مثلا ممكن يشيت الاكل ممكن يتحرق الهدف ان انت تكمل في التجربة ان انت تشوف ايه اللي خليه يعمل كده وتتجنبه طلع حياتي لا اقلل مش عارف الحاجات دي كلها لو انتو بتجربوا دلوقتي سنة ده وانتو بعد كده ما تطلعهم كتبوا لاو خلاص بقى دا طبخين بقى احنا مش محتاجين حاجة خلاص جربتوا كل حاجة في سنة صغيرة فبالتالي هتوصلوا لمرحلة اللي هو لا الحمدلله احنا ممكن نجرب حتى لو ممكن محد ما تجبروا في السن باذن الله يكون عندكم لا فكرة اللي هو هجرب وانا عملتها زمان هدر عملها دلوقتي ومسلا اه تجربة مسلا انت بتعملها فشوفت حاجة تانية ممكن تمشي معها ممكن تجرب دي مع دي بحيس ان هو يبقى دامج يبقى اتنين في واحد اشتركوا في القناة